بلجنا شهر 11 وأنا اللي استمراكم عليك كتير حصاص متى لازم أكون خاتم فصل أول طيب أنا في مواد لحد الآن ما بلجت فيها خطة شهر 11 رح تكون الإنقاذ لكل طلاب توجيهي مرحبا مرحبا يا حلوين يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات الوفاء في اللغة الإنجليزية خطة شهر 11 شهر نوفمبر هلا إحنا أخذنا من قبل شهر 10 وأنا عارفة أنه كل طالب توجيهي بيعرف طرق الدراسة وبيعرف كيف يعمل جدول بس مش عارف يمشي بأموره تايه فعليا صاروا الطلاب تايهين ولكن كل هاي الأفكار السودوية والسلبية اللي بتخطروا على بالكم لازم نطلعوا من دماغكم ونبعدها لبره لازم تكون خاتم فصل أول ببداية شهر 1 يعني نهاية 12 بداية 1 فإذا أنت طالب عم تسمع من الناس اللي حواليك أنهم بلشوا يختموا هلا هم منجزين وتمام أمورهم بس أنت مش مطلوب منك أنك تختم هلأ أنت معك شهر 11 كامل شهر 12 كامل وبداية شهر 1 فإنتم بتخيلين قديش الوقت اللي معاكم لحتى تنجزوا شهر الفصل الأول فبالتالي مش مطلوب منكم أنكم تختموا هلأ فهيك أول سؤال جوابنا عليه متى لازم أكون خاتم فصل أول؟ مش هلأ إحنا لستنا ببداية شهر 11 طيب يا مس هلأ متى لازم أكون واصل؟ لازم تكون واصل لنص المواد يعني مش المادة بتكون مثلا أربع وحدات لازم تكون منجز وحدتين على سبيل المثال مادة لغو الإنجليزية لازم تكون مخلصين تتوفيها تمام؟ طيب يا مس أنا ما خلصتها ومركم عليك كتير حصص شو لازم أعمل؟ تعالوا أحكي لكم هلأ الحصص المتراكمة أنا بعرف إنه كتير شفتوا فيديوهات كيف أنجز الحصص المتراكمة بس لحد هلأ أنتوا ما أنجزتوها وأنا مثلكم عافية كتير فيه عليك شغلات متراكمة لسه ما أنجزتها فمشان هيك شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب ورق أو ألم شو لازم أكون هلأ؟ تمام؟ شو لازم أكون خاتم؟ مش خاتم وين لازم أكون واصل؟ هي هاي الفكرة إنه مثلا هم يخلصوا يونتو فأنا لازم أكون مخلص يونتو طب أنا مش مخلصتها أنا لستني في يونتو فبكتب شو الشغلات اللي ضايلة علي من يونتو عشان أنجزها تمام؟ فبحطهم قدامي على ورقة وببلش حط صح عند الأشياء اللي أنا أنجزتها والأشياء اللي ما أنجزتها أخليها قدامي متى بدي أنجز هاي الشغلات المتراكمة؟ قبل ما تبلش دراسة حصة جديدة تمام؟ بدك تنجز شغلة قديمة مع شغلة جديدة متى هذا الحكي؟ يا أم الصبح أوكي؟ يا أم المساء هلأ شوفوا مشوار التوجيهي كثير طويل ولساتنا إحنا في البداية يعني إحنا مشينا ربع الطريق ولسه ضايل علينا تلت ربع فمنقدر إنه ننجز ومنقدر إنه نجيب معدل بالتسعين بس خلينا نمشي على الاستراتيجية صحيحة فمشان هيك عندنا الطلاب هلأ بهاي الفترة خصوصا بشهر 11 مقسمين لثلت أنواع يا إما طالب أموره تمام وبينجز بس أشل فكرة إنه تايع ومش عارفه هلأ وين يروح أو طالب مراكم عليه كتير حصص وهون بنقدر نحكي إنه 70% من طلاب التوجيهي بهاي النقطة للسعالين وكمان في طلاب ما بلشت بغض نظر عن ظروفهم أو بغض نظر إنهم متكسلين ولكن إحنا مو جايين هلأ نحكي إنه ليش وليش وليش إحنا جايين من هذا الفيديو نصحى على حالنا ونوعد حالنا إنه فعليا رح نمشي بشهر 11 ورح نبلش إنجاز خلص ما في مجال بدك تبلش تنجز وبدك تصحى على حالك تمام تمام هلأ اطلعوا معي الطلاب اللي أمورها تمام وبتنجز وماشي مع الأستاذة بشكل صحيح انتوا برافو عليكم بس لازم تحطوا في بالكم إنه أنا مش مهم إني أنجز بقدر ما مهم إني أكون فاهم وحال الأسئلة وزارية فإذا أنت طالب أمورك تمام وماشي صح رح حل الأسئلة وزارية على كل موضوع أنت خلصتها أوكي أوكي فلازم إنه كل درس هلأ أنت خلصتها هيك تعمل له مراجعة مثلا خلينا نحكي بالويكند بنهاية الأسبوع مثلا خميس جمعة سبت تعمل مراجعة لأشياء قديمة أنت خلصتها من خلال إنك تحل عليها أسئلة وزارية تمام 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 هاي بالنسبة للطلاب لأمورها تمام بس دايها ولكن خلوا في بالكم معلومة جدا مهمة إنه أنا إذا أموري تمام مش إني أشوف حالي ولأنه أتساهل بالأمور لا لازم تكون منتبه هون الإنسان بيوقع هون إحنا كطلاب توجيهي منبلش مثل لما نعبي السيارة بنزين ندعس ندعس مرة واحدة بس في نقطة معينة ممكن إنه خلص يفضى شحنة يخلص البنزين مننا فالفكرة إنه إنت ذاك تكون متوازن ذاك تكون ماشي صح ما تنغر في حالك تمام فإذا إنت أمورك تمام لسه بدك شوفوا ما حدا بيقدر يحكي عن حاله وإنه ماشي تمام أو ناجح بدون ما يختبر حاله أوكي لأنه كل ما توصل لنقطة معينة تكتشف إنه الإنسان هيك طماع وما بشبع وإنه لازم يمشي لإشي أكثر وهاي نقطة إيجابية إنه كل ما نوصل لنقطة لازم بدي أوصل لنقطة أعلى منها فمشان هيك إن توصلت لنقطة إنه أموركم تمام فلازم توصل للإشي الأعلى إنكم تحلوا أسئلة وزرية على الأشياء اللي أنتو خلصتوها هيك أنتو بتضمنوا إنه عن جد عن جد أموركم تمام هون أو هون بالنسبة للطلاب هاي خلصناها هلأني يجي على مشكلة الطلاب الأكبر اللي هي تراكم الحصص مثل ما حكينا ببداية ببداية الفيديو إنه التراكم إشي طبيعي يصير عند الطلاب بس المش طبيعي إنه إيش إنه ما ينجزوهم فحكينا بتجيب ورقة أو بتكتب عليها الشغلات اللي بدك إيش تنجزها ضروري تبلش من اليوم فحكيت لك معك ساعة الصبح وساعة المساء تنجز فيهم الشغلات اللي متراكمة عليك أو تعمل شغلة تانية قبل ما تبلش دراسة شغلة جديدة تدرس شغلة قديمة مثلا إنت في عليك درس تربية إسلامية متراكم من قبل مش ماشي فيه بشكل صحيح بتدرس هذا الدرس بتخلص الصفحة تنتقل على الصفحة التانية قبل ما تبلش بالصفحة التانية ارجع عيد الصفحة الأولى وروع على الصفحة التانية اقرؤها كاملة خلصت خلصت تمام دك تنتقل على الصفحة التالتة لا ارجع عيد الأولى والتانية وبتبلش بالتالتة هيك إنت مستحيل تنسى تاني شغلة تطلع من الساعة هاي دك تدرس فيها تربية إسلامية إنت أصلا فاهم شغلة هيك أنت بتقدر أنك تنجزها مع الدرس الجديد اللي لازم أنك تنجزه تمام 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 فإذن أول شغلة حكينا أنك تقيم حالك هاي أهم شغلة أنا كتير بحب أني قاعد مع حالي قاعد أقيم حالي وفا أنت ونواصلة أنت شو اللي عليكي وشو لازم أنك تعطي أوكي أوكي تاني شغلة ترتيب الحصص تالت شغلة تنظم وقتك تنظم وقتك لازم لازم أنك تنظم وقتك اسمعوا في ناس ربنا منعم عليها نعمة اللي هي تايم منجمنت أنهم فعليا بيقدروا يدير وقتهم بشكل كثير رهيب فبالتالي إحنا بما أن كل ييتنا بشر وكل ييتنا عنا عقل وكل ييتنا ربنا منعم علينا بنفس الشغلات تقريبا فلازم أنه نستخدم هاي الشغلات ونحاول أنه نرتب وقتنا بطريقة جدا صحيحة فإنت لما ترتب وقتك صدقني الحصص الميتراكم عليك رح تقدر أنك تنجزها ما رح أجي أعطيك جدول وما رح أجي أعطيك طرق دراسة هاي الأشياء كلها أنا بعرف إنكم شبعينين منها وبتقدروا تيجوا تعطوا دورات ومحاضرات بهاي القصص كل طلاب توجيه نفس المبدأ بس اشتغلوا اصحوا على حالكم تمام تمام وفي طلاب لحد هلأ ما بلشت وهنا السؤال ليش بس أنا مش رح أجي أحكي لك ليش أنا رح أجي أحكي لك يلا قوم رح أمسككم وقولكم يلا قوموا بلشوا والله التوجيه مرحلة من أحلى مراحل الحياة إلي فعليا لقدام لقدام كتير كتير رح تحسوا إنه يا ريت ترجع فعشان ما تحكوا يا ريت ترجع حاولوا إصنعوا أحلى ذكريات بحياتكم إنتوا ما بلشتوا ليش ليش بتخلي حالك إنك بتحط حالك بموقف لقدام رح ترجع تندم عليه ليش الإنسان بيعمل بحاله هيك ليش الإنسان بيندم على شغلات بسيط يحكي يا ريت نعملت طب إنت من الأساس مدام معك وقت ليش ما عملت هيك فطالما إمتحان الوزاري مش بكرة فإنت معك وقت فإذا إنت ما بلشت كثير الموضوع بسيط شهر 11 بتقدر إنك تبلش فيه طب يا مثل مواد كبيرة لا أمو كبيرة معك شهر 11 و12 وبداية واحد فإنت قادر إنك تنجز هاي المواد قادر إنك تمشي وتدرس بالشكل الصحيح اضغط حالك شوفوا تحكي لكم شغلة أنا كثير بحبها وهيك جملة عن جد يعني آية فعليا لما تتدبر فيها بالشكل الصحيح بتقدر إنك تفهمها وتطبقها عليك كطالب توجيهي سواء كنت أي نوع من أنواع الطلاب هذولة الثلاث في آية لازم تحطها في بالك دائما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم شو يعني؟ يعني أي لحظة تعب أي لحظة سهر أي لحظة الدراسة تعتبر جهاد تمام؟ المطلوب منك كطالب توجيهي إنك تحتسب هاي اللحظات لوجه الله تعالى وبالتالي ربنا مستحيل يضيع عليك أي لحظة من هذول ورح تاخد جزائك فيهم فمستحيل إن ربنا يضيع أي لحظة أنت تعبت فيها مستحيل إن ربنا يضيع أي لحظة سهر أنت مريت فيها وأي لحظة الدراسة أنت تغلبت منها بعرف بعرف صدقوني أنا طالبة زي زيكم مبدئيا بعرف قديش الطلاب بتكون مضغوطة قديش طلاب بتحاول أنها تلحق وتنجز خصوصا إحنا قربنا عن نهايات الفصل الأول فبحس إنه هلأ كثير طلاب مضغوطين مضغوطين مش بس من الدراسة حتى من الناس اللي حوليهم بعرف كثير قديش بتكونوا مضغوطين صدقوني أنا حاسة فيكم كثير ولكن دائما دائما يعني خلوني هيك في بالكم تذكروا الحكة اللي بحكي لكم إياه ربنا مستحيل يضيع عليكم هاي الشغلات مستحيل مستحيل فمشان هيك لازم تخلي كل نيتك بدراستك لوجه الله تعالى عشان ربنا يكرمك ويفتحها عليك ويبارك في وقتك بتعرفوا شو مشكلتكم انتو محتاجين بركة في الوقت جست بركة في الوقت كل ياتنا عندنا 24 ساعة في اليوم محتاجين بركة بالوقت من ربنا أكيد ومحتاجين تنظيم وقت صحيح إحنا لازم نسويه هاي هي حل المشكلة أنا أعطيتك مشكلة وأنا جاي أحللك إياها خطة شهر 11 والإنقاذ وهاي الشغلات أي طالب توجيهي مدرك لهاي الأمور بيقدر أنه يسويها من غير ما يحضر فيديوهات بس إحنا كوظيفتنا كأسادزة لازم نيش نسكركم بهاي الأمور تمام تمام فإنت محتاج أنه يكون في عندك بركة في وقتك وهذا الشي بيكون من خلال أنك تحتسب كل لحظة بتمر فيها وكل وقت دراسه وكل شيء عن أنت عم تعمله لوجه الله تعالى صدقوني ربنا ما رح ضيع تعب حدا أبدا 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 رح كافئكم صدقوني وتنظم وقتك بالشكل الصحيح تمام فبشهر 11 شو بدنا نعمل؟ بدنا نرتب وقتنا بدنا نتقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر بدنا نكون في عندنا إيمان وجهاد بالنفس وجهاد بالدراسة وبكل شيء لحتى نقدر أنه ننجز مش نهاية الدنيا إذا إنت لساتك مش نبلش أنتو بتعرف طريقة الدراسة الصحيحة طريقة البومدورو بس حكينا أنا بفضل إنكم تدرسوا خمسين دقيقة وتاخدوا عشر دقايق بريك هاي دائما دائما في كل حصة أنا بحكيها ادرس خمسين دقيقة واخد عشر دقايق بريك التلفونات ابعد عنها مش وقتها مش وقتها فعليا مش شتتات تعرفش يعني مش شتت؟ يعني ذهنك رح يكون ولا مركز ولا بشي لا بدراسة ولا بتلفون أصلا ولا بسوشيال ميديا ولا بشي رح يكون ذهنك مركز مش شتتات فصدقوني انتو مش بحاجة تلفوناتكم هلا والله الناس بتيجي تحكي لكم أنا ختمت واشي زي هيك هم ايش بيختلفوا عنكم؟ بايش بيختلفوا؟ الناس تحكي لك أنه أنا أموري تمام هم شو بيختلفوا عن الطالب المراكم؟ بعرف ممكن تلتحقوا ويصير معكم كثير شغلات عادي 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 بس اصحوا على حالكم تمام؟ تمام تمام فإذن انت بتقدر تمشي على خطط البومدورة لحتى تدرس الأشياء المتراكمة عليك انت بتقدر تمشي على كثير شغلات بتقدر تمشي على طريقة الدمج بين المواد كيف يعني دمج بين المواد؟ يعني انت عندك مادة تربية إسلامية ومادة التاريخ مثلا التنتين نفس المستوى لأنه بتنتين يعني مبدئيا سهلات خلينا نحكي مش على كل الطلاب بيكونوا سهلات ولكن مبدئيا هم نفس المستوى وتنتين بدهم حفظ فمثلا في طلاب تحكيلك أنا بدي أدرس مادة واحدة باليوم أنا ما بنصح أبدا مستحيل دعالوا أحكي لكم ليش في أي منحنة في العالم إذا الخط بطلع هيك رح يوصلنا مرحلة يتشتت فيها وينزل قاعدة قاعدة كل العالم ماشي عليها كل الدنيا كل الكون ماشي على هاي القاعدة انت قردي هتبلش نهارك متحمس ومليان طاقة وإيجابية وبدي أعمل وبدي أدرس لأسوي بس في مرحلة هتحس حالك إنكم مش قادر ورح تتعب فتركيزك بالبداية ما رح يكون زي تركيزك بالنهاية فمشان هيك مستحيل أنصح بدراسة مادة واحدة في اليوم أبدا فأدرس مادتين للثلاث مواد وإذا بتقدر أربع مواد أوكي أوكي فمشان هيك بدك تعرف تدرس في ناس بتحب إنه خلص يعني مادة واحدة شو أعمل تعالوا أحكي لكم شو تعملوا أدرسوا المواد المتشابهة زي مادة التربية الإسلامية والتاريخ هيك أنتو بتضمنوا إنكم أنتو مشين على نفس المستوى وبتضمنوا إنكم أنتو تركيزكم يظل طالع مش نازل أبدا وبتضمنوا إنكم تنجزوا شغلات أنتو كنتوا بدكم تنجزوها تمام تمام طب ميس أنا بحفظ وبنسى واحفظ وبنسى إش طبيعي إنك تحفظ وتنسى بس المش طبيعي إنك تتك هذا الإشي للنسيان فشو لازم تعمل؟ نفس الطريقة اللي حكيت عنها ببداية الفيديو بيمسك الصفحة هاي ببلش بأول فقرة فيها بثاني فقرة فيها بثالث فقرة فيها وهكذا وبرجع بعيدها من أول وجديد بانتقل على التاني نفس المبدأ برجع بعيد الأولى والتانية وهكذا فإنت هيك تضمن إنك تمشي بالشكل الصحيح تمام 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 وإذا إنت لساتك ما بلشت فمن اليوم تقدر إنك تبلش وبالنسبة لمادة لغة الإنجليزية بما إني أنا بدرسها وهي ملعبي فتعالوا أحكي لكم تشغلي قبل ما ننهي الفيديو مادة لغة الإنجليزية لأي طالب لحد الآن ما بلش فيها فأنا عاملة خطة على اليوتيوب ابحث على قناتي الوفاء في اللغة الإنجليزية خطة ختم اللغة الإنجليزية I think ب34 أو 35 يوم إنت بتكون خاسم حتى لو إنت ما بلشت بلغة الإنجليزية ما بلشت فيها أبدا لا بيونة ون ولا بشي أو لساتك يمعلق عند التنسز فإنت بتقدر إنك تبلش من الصفر وتختم الأربع وحدات بس ب35 يوم ماكسيمم تنهي مادة لغة الإنجليزية كاملة ورح يكون معك وقت عفكرة ورح يكون فيه عندك يومي بريك ورح يكون فيه معك وقت تتحل أسئلة وزارية وغششكم إشي رح يكون معكم وقت تدربوا على الكتابة والتفكير الناقض خطة جدا سفاحة فابحثوا عن قناتي أو اكتبوا لي بالكومنت فأنا رح أبعث لكم إياها ورح أبعث لكم ملاف خطة خطة لغة الإنجليزية فاكتبوا لنا أو رح تلاقوه بالدسكريبشن فإذا أنت طالب توجيهي محتاج إشي في اللغة الإنجليزية ابعت لي وين دكتبعت لي على أي مكان أي موقع تواصل اجتماعي اسمي وفاء الجزرة هاي هي حسابتي تمام؟ على أي مكان تقدر أنك تبعت لي أو بتدخل على التليجرام ضروري جدا جدا تفوت على التليجرام الوفاء في اللغة الإنجليزية ضروري جدا يا مس إنه إذا أنت مراكم عليك شغلات وبدك إنقاذ بهاي المادة تيجي عندنا فعليا ما رح أقصر مع حدا أبدا أوكي؟ تبحث عن الوفاء في اللغة الإنجليزية وأنا إن شاء الله ما رح أقصر مع أي حدا أبدا ورح أزودكم بخطة ختم مادة اللغة الإنجليزية ورح أبدأ معاكم لطلاب اللي لسه ما بلشوا تمام؟ فمادة اللغة الإنجليزية ملعبي أنا رابط الحصة تبعتها أو خطة ختم الفيديو تبعها رح يكون موجود بالدسكريبشن فالطلاب اللي بتحضر هذا الفيديو متخوفين كثير من مادة اللغة الإنجليزية ما تخافوا الحل كتير بسيط اسمع لا أبا مزح بس فعليا إذا خايف من مادة اللغة الإنجليزية صدقني رح أساعدك فيها بكل شي أنا بقدر عليه فمادة اللغة الإنجليزية تركوها علي سواء كنت مش مبلش فيها أنا بوعدك حتى لو هلأ أنت ما بلشت فيها تمام 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 في حديث عن الرصول صلى الله عليه وسلم ما أبدأ أطول عليكم بيحكي إنما الصبر عند الصدمة الأولى شو يعني إنما الصبر عند الصدمة الأولى أنا بعرف إنكم مريتوا بامتحنات شهر أول وممكن في طلاب بلشت بي امتحنات شهر الثاني بس في طلاب انصدمت بعلماتها إنه بتدرس تدرس تدرس بس ما عم بتلاقي نتيجة الرصول صلى الله عليه وسلم بيحكي حديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى كل المحتاجة وكطلب توجيهي انك تكون صبور وانك تشتغل قد ما بتقدر وتعطي كل شي عندك وتسعى قد ما تقدر بس ما تستنى نتائج تمام؟ كل المحتاجة هو صبر الصبر هو الطريق للفرج تمام؟ فما تفقد الأمل خليك داعس خليك مكمل خليك ماشي بنفس السعي ظلك اسعى وظلك حاول تمام؟ فكل ما صبرت أكتر رح تزيد ثقتك أكثر وإيمانك بربنا سبحانه وتعالى أنه فعليا هيكافأك بنهاية الطريق يارب ما أكون طولت عليكم ويارب تكونوا استفدتم من هذا الفيديو فعليا ما بقدر أعطيكم جدول تمشوا عليه لا انتو بتقدروا انكم تمشوا على الجداول انتو بتعملوها بس انتو محتاجين إرشاد بهذا الموضوع خطة ختم مادة لغة الإنكليزية رح تكون موجودة على القناة بتمنى لكم كل التوفي يعطيكم العاشر